بش مهندس تعزينة مرة أخرى لأهالي الضحايا ويا رب الشفاء العاجل للجرحة السؤال الأول اليوم بيفرض نفسه هل هناك سجل واضح للمباني القديمة؟ مفروض الأمانة عندها هذا السجل أو عندها هذا الإحصاء لكن ماذا تفعل بهذه المباني هذا موضوع آخر المباني إحنا كلجنة إنشائية عليا منذ سنوات طلبنا من السلطات المختصة تحصر هاي المباني وتحط خرائط إلها وتبلش تقيم فيها لأنه فيه كتير مباني بنيت عشوائيا وفيه مباني آية للسقوط حتى لو ما سقطت فمفروض تنفحص ومفروض تتقيم ومفروض يتاخذ إجراء فيها من مين المفروض؟ مفروض من السلطات الحاكمة اللي هي أساسا أمانة عمال الكبرى طيب والمجلس البناء الوطني شو بيكون دوره؟ مجلس بناء الوطني هو بحط الأسس والقوانين وعنده كود البناء وحط التعليمات واتعاون مع المؤسسات الأخرى زي نقابة المهندسين الأردنيين اللي هي جزء أساسي كمان بالعملية لكن السلطة والضابطة العدلية هي بيد الأمانة الأمانة هي من ترخص والأمانة هي من تتابع في قول لسيدنا عمر بحب أحكيه بسرعة يزع الله بالسلطان ما لا يزع بالقرآن يعني القرآن بحط تعليمات وبحط قوانين بس اللي بنفذها على الأرض هو السلطان يعني السلطة فإحنا عنا تعليمات عنا تعليمات للحفر وعنا تعليمات لحماية الحفريات وعنا تعليمات للهدم هذا كله حطنا مجلس البناء الوطني ونقابة المهندسين مع بعض لكن من ينفذ على الأرض من يتابع على الأرض هون المشكلة تمام إذن ماذا حدث البارحة كيف تم هذا الانهيار أنا ما بدي أحكي بشكل مفصل عن الموضوع لكن بدي أحكي بشكل عام عن لماذا تحدث الانهيارات لأنه أنا لسه ما رحنا على الموقع فبالتالي ما بقدر أحكي بشكل رسل بعد ساعة حضرتك متوجه الموقع بس عادة الانهيار بيصير إما من مؤثر خارجي وإما من مؤثر داخلي يعني المؤثر الخارجي ممكن يكون في بناء قديمة ووقفة وبفيها مشكلة لكن إجا حدا حفر عميقا حواليها فتخلخلت أساساتها فانهارت المؤثر الداخلي ممكن عن غير علم صاحب المبنى يشيل واحدة من العناصر الإنشائية الأساسية يشيل عمود على اساس يوسع الصالون مثلا أو يشيل حيط حامل فهذا كله بيأثر زائد عمر المبنى زائد طريقة بناءه ومواده المواد بعد فترة بصير فيها بعد كذا سنة خرسانة بعد خمسين سنة يعني المواد تفقد خصائصها نعم فبالتالي مفروض يتحدد بالزبط شو اللي صار احنا عنا في نقاط مهنسين أنا لأني عضو كنت نقابة مجلس النقابة ورئيس شعب المدنية في الفترة السابقة نعم حطينا تعليمات وحطينا اختصاص جديد اسمه تقييم وتأهيل المباني نعم هذا مختص في تقييم المبنى كيف وضعه بيكون وكيف لازم يتأهل اذا بده تأهيل واذا بده تقوية هذا علم في العالم ويعني بتاخد فحوصات من المباني وبتعملها حتى نمذجة على الكمبيوتر وتعطيها كل الفورسز اللي جاي عليها القوة زلزالية وغرافتي وكذا وبعليم تشوف كيف يتصرف بناء على مادته اللي هي موجودة فيها بس هذا الشغل اللي عملته في النقابة وهلا اللي عم تعمله هو لم يأخذ شكل التنفيذ او حيز التنفيذ هو حبر على ورق لم يتم التواصل مع الجهات المعنية لتفادي ما حصل للأسف للأسف تواصل موجود وإحنا كتبنا كذا مرة وتعليمات موجودة وهذا حسب قانون النقابة مفروض الجميع يلتزم فيه لكن مين اللي بنفذ على الأرض مين اللي بروح بشوف إذا انت باني صح ولا لا مين اللي بشوف إذا انت عم تبني حسب مكاتب هندسية واعتمدة وتنصميم هندسي وإشراف هندسي طبعا هذه المسألة بس حتى أكمل بالفترة الأخيرة تحسن الوضع لأنه صار فيه لجان مشتركة مع النقابة والأمانة وصاروا يطلبوا عقود المهندسين المقيمين إلى آخرها أنا بتصور مشكلتنا في الانهيارات اللي بتصير هي من المباني القديمة القائمة اللي صلها خمسين وستين وسبعين سنة هذا لا يعني أن المباني القديمة كلها متعرضة للانهيار أنا هذا السؤال باش مهندس بس عشان نفهم ونبسط المعلومة أنت حكيت أنه ممكن تكون سبب هدم بالمنطقة المجاورة أو سبب داخلي صحيح نعم قديش هاي النسبة إحنا منحط فيها يعني قدي ممكن تكون دقيقة نسبة أنه ممكن يكون في عنا هدم داخلي في داخل المبنى كان أو حول المنطقة يعني أنا من الحوادث اللي شفتهم قبل يمكن 15 سنة في وادي السير انهارت بناي وفي الجوفة قبل خمس ست سنين نعم كانت نتيجة تدخل داخلي يعني شي العمود عشان توسع أو شي الحيط تمام يعني المبنى بحد ذاته إذا هو قديم هل من الممكن أن ينهار بشكل لحظي بشكل مثاجئ كما شاهدنا يوم قد؟ لا ومفروض أنه يعطيكي علامات يعني علامات يعني ما رح ينهار بهذا الشكل سمعت من اللي حكوا أنه الجيران أنه كان فيه تشققات لما بلش يشيل الحائط اللي عنده يوسع الطابق اللي تحت حسوا الجيران أنه فيه تشققات ولكن ما عملوا في شي اتجاهه يمكن ما بلغوا ويمكن بلغوا الأمانة ما تدخلت يعني للأسف ولكن عمانة بتقدر تدخل إذا هذه العمارة هي موجود فيها سكان وهدول السكان ملاك هل الأمانة بتقدر تدخل بشكل حقيقي؟ فوراً تقدر الأمانة بتقدر تدخل فوراً بتخلي مباني؟ نعم نحن بالجوفة كلجنة إنشائية عليا طلبنا إخلاء مباني وأخلوها نعم مهندس اليوم قديش احتمالية أنه يكون فيه مباني مهددة أيضاً في هذه المنطقة وهل هناك احتمالية أنه كمان ينطلب من أهالي المنطقة أنه يخلو بعض المباني للخطورة عليها؟ هذا بيحصل بعد التقييم أول شيء بدك تقيم هاي المباني وتشوف وضعها وتفحص عناصرها الإنشائية وبعدين تقرر إذا بدك تخلي أو ما تخلي أحياناً بيكون الوضع أحسن من ما أنت متخيل فبالتالي ما بتخلي لكن إذا حسيت أنت بطريقة فنية وهندسية أنه هذا المبنى آيل للسقوط يجب أن يخلى فوراً نعم في مبادرات محلية وسمعنا عنها اليوم صباحاً هذه المبادرات كانت من أهالي منطقة الويب وكانت هذه المبادرات لحتى ما يستم في إنشاء أي مباني جديدة لأنه البنية التحتية كمان للويب دي ما بتسمح ولكن بقوله أنه أيضاً بقيات حبر على ورق ولم يتم التعامل معه نعم للأسف للأسف يعني مهم جداً حتى بعملية التنظيم داخل الأحياء أنك تشوف وين الأراضي التي تتحمل مباني عالية وين الأراضي التي لا تتحمل مباني عالية نعم وكيف تبنيها يعني أصلاً لما بدك تبني بناية وتنزل فيها أربع خمس طوابق تحت الأرض خصوصاً أنه أرضنا جبالنا كلها جبلية ففيها منسوب واطي بتقدر تبني تسويات فيه هاي إلها تعليمات اسمها تعليمات حماية الحفرية يعني ممنوع أي واحد يحفر زي ما بده لازم يكون في فحص تربة ويقرر أنه جوانب الحفرية هاي صخرية بتوقف لحالها ولا بدها تدعيم لبين ما تطلع البناء هذا كله موجود موجود التعليمات بس بدك مين يتابع وينفع يعني موجوده برضو البنايات القديمة منحكي عن أكتر من خمسين سنة لم تكن هناك هذه المعايير وقت البناء فهون يأتي أهمية موضوع المتابعة والرقابة والترميم برأيك بحب أسمع منك ماذا يجب الآن أن يتخذ بعين الاعتبار لتفادي وقوة كوارث وكارثة كما حدثت يوم أمس من هي الجهات المعنية اليوم بالتحرك؟ أولا يجب أن يتم تقييم كل مناطق العشوائية وضع خرائط إلها موقعها وبداية تقييم المباني فيها بشكل عام حسب نظرة هندسية مختصة أن هذا المبنى يريد تقييم فوري هذا يستنى لبعد ما نعمل هذا يريد أن يعمل خارطة وتتقييم هذه المباني وبعدين يتخذ قرار فيها سواء بالإخلاء أو بالتقوية وهذا طبعا يريد إمكانيات بس أنا برأيي أرواح البشر أهم من كل الإمكانية طبعا أكيد شكرا جزيلا لوجود حضرتك معنا ويعطيكم ألف عافية وإن شاء الله الله يعينكم وتعازينا للأهل المتوفين شكرا مشوهندسري زعيتر عضو اللجنة الإنشائية العليا في مجلس البناء الوطني